موسيقى 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 انظر لقد حاول كثيرون من مئات السنين انه يفصل ما بين القديم والجديد ودائما كان ضميرنا المسيحي وكان تعليم الكتاب رائدنا وكان من اقامهم من اقامهم الله اباء في الكنيسة اقوياء في الامان لكي يبقوا على اللحمة بين العهدين لا يمكننا لان العهد القديم يشهد عن يسوع الاتي ونسمع هذه الاية على فم الرسل له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا الكل الكتب تشهد لي علم تلاميذه عن الامور المذكورة عنه في كتب النموس اي الشريعة والانبياء والمزمير هناك نبوات كثيرة كلها تشهد وتدل على يسوع الاتي وعندما رأاه يحنى المعمدان قال ها حمل الله رافع خطايا العالم رأى فيه اتمام لكل هذه النبوات ومات يسوع على الصليب متمم هذه النبوات وقام في اليوم الثالث مخلصا لكل البشر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة